بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحفي التركي الشهير إبراهيم كاراجول والذي يخوض معركة للوعي لا تقل عن الجنود في ساحات المعارك إبراهيم كاراجول الذي يحدد لنا دائما البوصلة السياسية كونه قريب جدا من ضوائر صنع القرار بتركيا يوضح لنا حجم المؤامرات الكبرى في الخارج والداخل يتحدث هذه المرة عن الحشود التي تتم الآن لاستهداف تركيا ويتكلم عن الماضي وهو ما تم في جنك قلعة ويتكلم اليوم عن ما يتم في بحر إيجا ثم يتحدث عن الحصار الغربي ويقول هل انهار هذا الحصار الغربي لمتابعة تفاصيل هذه المواضيع المهمة أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إبراهيم كاراغوليا افتتح كلامه هذه المرة بمعركة الوعي ويقول سأواصل طرح هذه المسألة بإصرار في مقالاتي ذلك أن هذه الصورة أصبحت واضحة للعيان فتركيا تواجه اليوم نسخة جديدة من تصفية الحسابات الكبرى التي واجهتها في الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال قبل قرن من الزمان أما الفرق الوحيد بين الواقعتين فهو أن الذين دمروا الإمبراطورية العثمانية أنذاك يريدون اليوم إيقاف تركيا فأولئك الذين سلبوا مقدرات الدولة العثمانية وتقاسموا أراضيها يسعون اليوم لمنع تركيا من الصعود كقوة استثنائية على الساحة الدولية يتابع إبراهيم كاراغول قائلا إن الذين حاولوا أنذاك محونا من التاريخ السياسي وطردون خارج المنطقة يحاولون اليوم كذلك منعنا من العودة إلى صفحات التاريخ وساحات الجغرافيا من احتشدوا بالأمس في جنق كلعة يتحدون اليوم مجددا في بحر إيجا ولأن انهيار الدولة العثمانية كان نهاية المنطقة فإن عودة تركيا يعتبر إحياء جديد للمنطقة وكما أن انهيار الدولة العثمانية غير النظام الدولي فإن عودة تركيا سيغير نظام العالم في القرن الحادي والعشرين إنهم يعلمون ذلك لهذا فإنهم يحاولون إقامة التحالفات الدولية لمواجهتنا فالجبهة والشركاء والمخططات هي عينها لم تتغير إذ إن الذين احتشدوا بالأمس في جنق قلعة يتحدون اليوم مجددا في بحر إيجا والذين هاجموا القدس وفلسطين والمدينة المنورة أمس يتحدون اليوم في شرق المتوسط إن الذين وصلوا لأعماق الأناضول بالأمس يقيمون اليوم حول الأناضول الجبهات والجدران والحاميات العسكرية كما إن الذين أضعفوا الدولة العثمانية من الداخل بالأمس يحاولون اليوم هدم تركيا من الداخل بإقامة الجبهات الداخلية يتابع إبراهيم كاراجول مساعي الصراعات الدولية إنني أتحدث اليوم عما هو أخطر بكثير من السياسة الداخلية وآراء الأحزاب السياسية والنقاشات المجتمعية اليومية فأنا أتحدث عن استعدادات خطيرة تحوم حول كيان الوطن ومستقبله كما أنني أحاول أن ألفت الانتباه إلى مخطط كبير وخطير يدار في المنطقة كلها لأنه سيؤثر فينا جميعا إنه يهدف لتقسيم المنطقة إلى كتل محلية في غاية الخطورة ذلك أنه مبني على مساعي الصراعات الإقليمية الداخلية أما هم فينفذون هذه العملية النفسية التي تدمر عقولنا في الداخل وكذلك سيناريوهات الصدمات والصراعات المجتمعية كي يعموا أبصارنا عن هذا الخطر المحدق يتابع إبراهيم كاراجول فشل إغلاق البوابة الشرقية لذلك ركزوا جهودهم على البوابة الغربية إن التحركات العسكرية الأمريكية والأوروبية والصهيونية في شرق المتوسط وبحر إيجا واليونان ليست عملية إدارة أزمة روتينية كما أن المنورات التي تجريها هذه الدول ليست من قبيل الاستعدادات العسكرية العادية إذ إن لغة التهديد التي يستخدمونها ويظهرونها أصبحت ظاهرة للعيان إنهم يقيمون جدران عازلة عسكرية عند حدودنا الجنوبية والغربية فهذه الجدران ليست جدرانا دفاعية بل جدران هجومية فنحن هناك أمام محاولة غربية تهدف لحصار تركيا من الاتجاهات كافة يضيف إبراهيم كاراجول أن تلك الجهود ليست جديدة بل إننا رأينا نماذج لها في شمال سوريا والعراق وحرب كاراباغ التي لم تكن بسبب عدوانية أرمينيا فقط بل إنهم استغلوا أرمينيا كما فعلوا باستغلال بكاكيف سوريا والعراق ولولا تصميم تركيا وأذريبيجان لكانوا قد نجحوا في إغلاق الجبهة الشرقية إلى الأبد هم يقيمون الجدران ونحن نهدمها يتابع إبراهيم كاراجول لقد جربوا هذا المخطط من الداخل بالتعاون مع تنظيم جولان الإرهابي ومن تلك الدول التي ذكرتها بالتعاون مع بكاكي ويباجي وداعش وهم يزالون يجربونه حتى يومنا هذا إذ إن الولايات المتحدة مستمرة في حشد القوات العسكرية التي تشبه استعداد دولة لإعلان الحرب على دولة أخرى في شمال سوريا إن هذا المخطط تخطى بكثير بعد الإرهاب فنحن في الظاهر نكافح الإرهاب في سوريا والعراق لكننا في الواقع نخوض صراع قوة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة وهو ما يعبر عن صراع إقليمي لم يختاروا له بعد اسما بعد يتابع كراجول إنهم يقيمون الجدران ونحن نهدمها فهم يحاصروننا ونحن نخرق هذا الحصار يحاولون حبسنا داخل حدود الأناظول ونحن ننفتح على المنطقة بأسرها يقيمون جبهات الصراع في المنطقة ونحن نسعى لإغلاق هذه الجبهات وفتح قنوات الحوار والتقارب بين دول المنطقة ويجيب هنا على السؤال الصعب لماذا جاءت الطائرات السعودية الحربية إلى كريت اليونانية ولذلك السبب تحديدا أرسلت السعودية مقاتلتها إلى جزيرة كريت وانضمت إلى الجبهة الغربية ولهذا السبب أيضا تهاجم الإمارات كل من يتقرب إلى تركيا في المنطقة كما أن هذا هو سبب العداء الذي فرضوه على أنظمة السعودية والإمارات ومصر إزاء تركيا لقد أقدامت تركيا على تنفيذ تدخلات عسكرية في سوريا كعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون وتدخلات مثيلة في شمال العراق كما خاضت حرب كرباغ ونفذت عملياتها في ليبيا الأمر الذي أقلقهم وجعلهم في حال التأهب لأنهم رأوا قوة تسير نحو الصعود والنمو كما رأوا الجبهات التي أقاموها تدمر الواحدة والأخرى ليدركوا أنهم لن ينجحوا أبدا في تنفيذ مخططهم من الجنوب والشرق لقد أدركوا أنهم لن ينجحوا في هذا الأمر بالاستعانة بالإرهاب لذلك بدأوا يجربونه بالحصار مستعينين ببعض الدول فالمكان الذي جاءنا منه الهجوم قبل مئة عام بدأوا منه هذه المرة كذلك استعداداتهم المستقبلية يتابع كراجل لقد توقف صعودهم بعد مرور قرن من الزمان أما نحن أي تركيا فنسير نحو الصعود ذلك أن محور العالم قد تغير لكن ثمت شيئا لم يضعوه في الحسبان ألا وهو أنهم في الوقت الذي كانوا فيه في طريقهم للصعود قبل مئة عام كنا نحن نسير نحو الهاوية أما اليوم فنحن في طريقنا للصعود أما هم فيسيرون نحو الهبوط والتراجع فقبل مئة عام كان الشرق ينهار والغرب في القمة أما اليوم فإن محور العالم وخريطة القوى قد تغير إن تركيا تتابع اليوم كل هذه الأحداث وتتخذ ما يلزم من تدابير وتقدم على ما يجب عليها من خطوات بصبر كبير واستعداد ومثابرة وخبرة سياسية ترجع لمئات السنين إن الجدار العسكري الذي أقاموه في بحر إيجا وجزره سينهار كمنهار حصارهم في الداخل بواسطة تنظيم جولان الإرهابي وغيرها من التنظيمات كما يتحدث كاراجول عن تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر وكذلك أيضا يحذر السعودية من الانضمام للتحالف الصريبي ويقول إننا نتابع اليوم أين تقف كل دولة وما هو موقفها من تركيا ومن يخوض المعركة ضد من في ظل هذا التحول التاريخي الكبير ذلك أن هذا الأمر سيرسم ملامح المنطقة مستقبلا ويقول لم يعد بإمكانهم إيقاف تركيا وحبسها داخل حدودها لذلك فإن إعادة العلاقات التركية المصرية في هذا التوقيت تحديدا سيصب في مصلحة البلدين ويتكلم أيضا عن السعودية وأنه ينبغي عليها أن لا تتسطر وأن لا تضع نفسها في العباءة الصليبية التي تستهدف تركيا والعالم الإسلامي ويقول من خاض المعركة ضد تركيا سيخسر حان وقت إفشال حصار بحر إيجا لقد خسر كل من انجرف وراء خوض الحرب ضد تركيا خلال السنوات العشر الماضية فهذا ينطبق على التنظيمات والدول التي تحذو حذوها في محاولة حصار تركيا وإفشال صعودها إن اليونان هي الدولة التي تخوض معركة الآن ضد تركيا كما فعلت التنظيمات وستخسر اليونان كما خسرت هذه التنظيمات وستغرق أثينا أي العاصمة اليونانية في مستنقع الأزمات بذلك ينهي إبراهيم كراجول هذه الجرعة المهمة من الوعي في هذا الوقت العصيب والذي يحتاج من الأمة كلها إلى تكاتف وإلى إدراك ما يحاك لها من الأعداء متابعين الأعزاء لا تنسوا أن توافون بآرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة